تخسر عسكرياً يعني ما علي بال93 كان فيه تفاوض على لبنان وسوريا وكانوا عم بيقول بوقتها كلينتون أنه الإسرائيلي مستهدد ينسحب من جنوب لبنان السوري كان عم بفاوض على الجولان ما أخذ السوري اللي بده ياه وقف أي اتفاق للبنان منفصلاً لأنه السوري كان مهيمن علينا وهذه بكل مذكرات الناس اللي اشتغلت خلال هذه الفترة يعني السوري من منع التحرير بال93 نعم هو منع لأنه هذا كان في اتفاق بين عمل مع لبنان والعودة لهدن التساوات كيف رجع سمح فيه بالألفان وكان بعضه بلبنان ما سمح فيه بالألفان لأنه بالألفان انسحبوا الإسرائيليين من تلقاء نفسهم بعد ما فشل هذا وطبعاً تحت ضغط الناس اللي عم تقاتل بس انسحبوا من تلقاء نفسهم بوقتها لأنه كان هذا تعهد عمله بوقتها نسينا اسمه ايهود باراك نسحب هو من تلقاء نفسه كوعد كان عامله انتخابه ورجع لورا الحدود وصار هناك أننا نحن كمان بالضغط السوري منعنا الدولة ترجع للجنوب والجيش اللبناني يروح من الألفان للألفان وستة ما حتى قدرنا نتهنى نشوف الجيش اللبناني رجع على الحدود ونجي نعمل مؤسساتنا اخترعنا خبريات انه لا ما بصير هذه خدمة للعدو وإذا الجيش بينتشر بأريضي وسيادته يلي هي كذبة كبيرة ورحنا قعدنا ست سنين لنشوف شو بده يصير قشت الالفان وخمسة وبعدان لو كنتوا أعلم خطفوا عسكريان وصارت الحرب تلاتين يوم كمان يلي بيتابع تفاصيل ومذكرات الإدارة الأمريكانية بيعرف انه كان في ضغط كتير كبير على الإسرائيلية ليوقفوا هيدا الحرب وكان في صمود هائل كتير بلبنان وكان حرزان وانا برأيي هولي كلا ياتوا ساهموا بصمود بعسكرية من خسرة الحرب بالالفان وستة عسكريا انما الصمود والتضامن الشعبي الكامل والقرارة ألف وسبعمائة واحد رد الجيش على الجنوب والسيادي وبيّن انه كل الحرب بتخلص بتمكين الدولة كيف كان الجميل بعد الالفان وستة عصمودنا سواء واخد قرار ورحنا حطينا الجيش بجنوب عملنا سبع أيار الفان وثمانية رجعنا نسفنا كل التوافق الداخلي ما في سنتين ثلاثة كلنا فرطنا التوافق الداخلي ورجعنا علقنا بهيمنة إيرانية بالالفان وحداش لما النظام السوري فات بحربه فصرنا نحنا بطل في نفوس سوري بلبنان بعد الالفان وخمسة صار في صراع خمس ست سنين سين سين هولي قاعدنا نقولون نعمل جولة تاريخية صار في سين سين انه سوريا سعودية يجوا يتفقوا يرجعوا ينفذوا الطائف صار الانقلاب بسبع أيار بعدين اتفاق الدوحة والتعطيل وبعدين سقطوا سعد الحريري هو قاعد بواشنطن وخلصة الخبرية هنا ما فيك تعتبر انه رد الجميل على ما قام به الشباب والدفاع عن ضيائهم بالالفان وستة اذا كمان بدك تفصل حزب الله كتنظيم سياسي عسكري يحتوي على هذا الشباب ما فيك تعتبر انه رد الجميل بعد الالفان وستة كان انه اول قرار يتخذ بعد هذه الحرب المدمرة كانت تظاهر بالداونتن بلا كانت تظاهر بالداونتن لأسقاط حكومة السانيورة ادم ومش بس هيك كل الدول العربية اللي اجت اعتبرت هايدي انطلاقة للبنان وساهمت وعمرت وإلى آخرية خلصت عم بينسبلة بالطالع والنازل نكون كتير صراحين الكوات والسعودية والامارات وغيرهم كلهم ساعدون عمرنا البلد والدولة اللبنانية دفعت وصار في عنا خسائر كل الوقت هايدي كلها يا تنبلة هايدي كلفة ما فينا ننكرها بصراحة وكرمال هايكل عم نقوله اليوم نحنا بالالفان واربع واشرين ان شاء الله بتخلص الحرب اليوم قبل بكرة رح تخلص الحرب لا 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 ما نبين هايك ابدا الاسرائيليين اليوم اللي عم بيصير معهم وخاصة مبارح بعد مقتل السنوار انا برأيي ونسبة التأييد الاسرائيلي يعني الشعب الاسرائيلي للحرب بلبنان عالي كتير نحنا ما عنا اسرة ما عنا شي نفاوض ما في حدا عم بيتظاهر باسرائيل ضد الحرب بالعكس حتى قائد المعارضة يا اير لابيد كاتب مقال بالإيكونوميست عم بيقلهم شو برأيه لازم يصير بلبنان بعد الحرب يعني انه الجماعة نفس يعني محل تاني كليا فاكرمال هايك نحنا عم نقول يا جماعة التوازن العسكري مفقود خلينا على القليل نرس الصفوف داخليا بالمؤسسات والتضامن الشعبي وهذا يتطلب عدم المكابرة والذهاب نحو المؤسسات حاليا انت أخبر حاليا انت أخبر